اهلا بحضراتكو في تغطية خاصة من تلفزيون اليوم السابع لتطورات اسعار الدهب في البورصة العالمية والسوق المصري على مدار الاسبوع اللي فات هنتعرف مع بعض في تغطية النهاردة على تطورات سوق الدهب عالميا ومحليا وإيه أسباب الهبوط في اسعار الدهب في السوق المصري وكمان أسباب التراجع في السعر العالمي للدهب خلال الاسبوع المنخضي وهنحاول نتعرف على مستقبل الدهب يعني على مدار الاسبوع الجاي ايه اللي ممكن يحصل في السوق كله ده هيكون مرتبط ببعض التحليل الناتجة عن بعض المؤسسات والجهات اللي بتراقب حركة سوق الدهب في البورصات العالمية بداية قبل ما نروح لأي تفاصيل فيما يتعلق بحركة الدهب لازم نعرف أسعار الدهب دلوقتي تسجل قد ايه أسعار الدهب في السوق المصري سجل التراجعات ملحوظة تقريبا 10 جنيه في تعاملات النهاردة ليهبط جرام الدهب عيار 21 الى مستوات 1710 جنيه وانا بكلم بحضرتك وطبعا السعر ده قابل للتغير صعودا وهبوطا يعني ممكن حضرتك في اسمع مني دلوقتي سعر 1710 تروح لما تيجي تشتير تليه ب1700 او 1720 لانه السعر زي ما قلنا ده سعر فوري بيتغير طول ما فيه سوق مفتوح وطول ما فيه تداول على الدهب ده بالنسبة لعيار 21 طب عيار 18 النهار ده انا بكلم حضرتكو دلوقتي يعني 1466 جنيه اما عيار 24 وزي ما احنا عارفين ده العيار المكون لسباك الدهب في مصر سعره دلوقتي 1954 جنيه وطبعا ده العيار اللي بتحدد على اساسه اسعار سباك الدهب في السوق المصر اما سعر الجنيه الدهب وقت ما بكلم عدراتكو دلوقتي 13680 جنيه في وقت اذاعة هذه التغطية وطبعا كل اسعار اللي انا ذكرتها دي كانت بدون اي مصنعية يعني كل السعر اللي هتسمعوا مننا بدون مصنعية وزي ما احنا عارفين في تغطياتنا انه مصنعيات الدهب بتختلف من شركة اخرى وبتختلف طبعا من مركة اخرى وعلى حسب المشغول وعلى حسب اجمل فصوص اللي موجودة فيه طبعا دي مش السطنة اللي هنتكلم في دلوقتي طب ايه اللي حصل فيه سوق الدهب على نظر الاسبوع ده يعني بداية من يوم الاثنين اللي وفاتح التداول على الدهب لحد ما بكلم حضراتكو حصل بعض التراجعات فيه اسعار الدهب بشكل ملقوظ الدهب كان وصل لمستويات 1760 جنيه ولكن فيه بعض التراجعات وصلته الى 1710 جنيه نتيجة واضحة وطبيعية جدا لهبوط اسعار الدهب في البورس العالمية اول ما حصل تراجع اللي الدهب في البورس العالمية حصل انخفاض في سوق الدهب في مصر لكن الانخفاض اللي حصل في السوق هنا المحلي ما كانش بقدر التراجع في البورس العالمية يعني البورس العالمية سعر الدهب تراجع تقريبا من 1911 دولار الى مستويات 1865 دولار وقت ما بكلم حضراتكم وده السعر اللي قفل عليه سوء الدهب في البورصة العالمية الاسبوع ده زي ما احنا عارفين انه يوم السبت يوم الحد ما بيكونش فيه تداول على الدهب في البورصة العالمية فسعر 1865 دولار ده مستمر معانا لحد بداية فتح التداول يوم الاثنين هنا التوقيت المحلي بتاع السوق المصري طب يا طرى ايه السبب اللي قدى الى تراجع اسعار الدهب في البورصة العالمية يعني احنا قلنا القوقية نزلت دون مستويات 1900 دولار طبعا ده كان نقطة مقاومة قوية جدا نزل تحتها الدهب الدهب بكل بساطة عصل فيه تراجعات نتيجة رفع اسعار الفايدة في الولايات المتحدة الامريكية 25 نقطة اساس في اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي اللي انعقد يوم 31 ويوم 1 فبراير الجالي وكان تم الاعلام بشكل رسمي رفع اسعار الفايدة 25 نقطة اساس وطبيعة نتيجة طبيعية لرفع اسعار الفايدة بنلاقي اسعار الدهب تبدأ تنخفض وفعليا انخفضت اسعار الدهب لقل مستويات ليها في اسبوع تقريبا وزي ما قلنا السوق قفل على مستويات 1865 دولار ده بالنسبة للسعر العالمي طيب نروح نرجع مرة تانية للسعر الدهب في مصر وسوق الدهب في مصر عشان ما نتوسحش في البورصة العالمية لانه لها يعني ابعاد كتيرة جدا احنا مش عايزين نروح لها دلوقت سوق الدهب في مصر يا طرى رايح لحد فين؟ هل الاسعار مستمرة في التراجع تحت 1710 جنيه لعيار 21 ولا ممكن الاسعار ترتد هبوطا وارتفاعا مرة اخرى؟ ده مرتبط بحاجتين حاجة الاولى عوامل عرض والطلب يعني مدى توفر الدهب في السوق المصري ومدى الإقبال على الشراء ده بشكل واضح لو حصل زيادة في الطلب على الدهب نتيجة تراجع سعره لا يسعر يرتفع مرة تانية؟ يعني مع تراجع أسعار الدهب للمستوات دي ساعات كتير بيحصل زيادة في الطلب على الدهب ومن ثم هنلاقي السعر يرتفع مرة تانية طيب لو حصل عكسه وانه الناس بدأت تقلق وتروح تبيع الدهب علشان هم اشتروا عند النقاط منخفضة وعايز نحايا ومكاسب لو لجأوا الى عمليات بيحنلاقي سعر الدهب مرة تانية بيحصل فيه هبوط لانه المعروض من الدهب بيزيد حاجة تانية اللي مرتبطة بحركة الدهب وكمان ممكن تأثر علينا بشكل كبير الاسبوع ده هو سعر الدولار يعني سعر الدولار في السوق المصرفي الرسمي لما تخطف حاجز التلاتين جنيه لقينا سعر الدهب في مصر بدأ يرتفع رغم الانخفاضات العالمية يعني حصل كده في بعض أوقات التداول ارتفاع للدهب في مصر مع ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفي يعني فوق تلاتين جنيه يبقى العاملين الاساسيين اللي هيحركوا يعني سعر الدهب الاسبوع ده اول حاجة عامل لعرضه والطلب تانية حاجة اسعار الدولار في السوق المصرفي الرسمي طيب ممكن الاسعار توصل لحد فين يعني التوقعات بتشير الى امكانية عودة الدهب لمستوات الف سبعمية وخمسين او الف سبعمية وستين على مدار الاسبوع اللي جاي او هبوطه الى يعني سناول الاول هو السناول الارتفاع والاخر هو الهبوط الى مستوات الف سبعمية جنيه للعيار رئيسي واحد وعشرين طيب انا متكلم في هبوط عشرة جنيه لكن الارتفاع توقعات انه يكون اكبر لانه مع تراجع الدهب بنلاقي فيه عمليات شراء كبيرة بتتم في السوق ودهب يكون نتيجة الطبيعية حدوث ارتفاعات في اسعار الدهب في السوق المصرية نشكر حضركم لحسن المتابعة وانتظرونا في تغطية اقتصادية جديدة من تلفزيون اليوم السابق